ما يفرق بين داعش والقاعدة أكثر مما يجمع بينهما ولكن هل ثمت ما يدفعهما إلى تحالف الضرورة؟ يا أسود الله يا أسود الله لن تقبل داعش بأقل من مبايعة جبهة النصر لها ولن تقبل النصر ومن ورائها تنظيم القاعدة أن تنهي دورها وتذوب في كيان خلافة البغدادي التي رفضتها أصلا من هنا فإن وساطات المصالحة بين داعش والنصر لا يتوقع أن تجد طريقها للنجاح وهو صلاح الدين الشيشاني قائد جيش المهاجرين الذي تولى الوساط بين الجانبين يعلن الفشل أقصى ما يمكن التوصل إليه بين داعش والنصر هو بعض التفاهمات التكتيكية بفعل غارات التحالف التي وضعتهما جنبا إلى جنب في خانة الاستهداف وفي الإطار التكتيكي لا أكثر أدرج خبراء عسكريون تعاون التنظيمين في الأسابيع الماضية في المعركة ضد جبهة ثوار سوريا وحركة حزم التابعتين للجيش الحر لاتهامهما بالولاء لدول التحالف التي تقصف داعش والنصر على حد سواء أن يجمع داعش والنصر تحالف استراتيجي أمر مستبعد فتنظيم داعش يشعر اليوم أنه أقوى من تنظيم القاعدة بكثير هو الذي يسيطر على نحو ثلث مساحة سوريا وثلث مساحة العراق على امتداد نحو 250 ألف كيلومتر مربع يعيش فيها نحو 12 مليون نسمة فلماذا يصالح؟ أمتي قد لاح فجر لكن في الوقت ذاته يحاول تنظيم داعش مصادرة ما تبقى من رصيدا لتنظيم القاعدة في وجدان الجهاديين وهو يريد أن يقول أنه من السلالة الأصلية للقاعدة وربما وريثها الشرعي وهذا ما ظهر في آخر إصداراته حيث تعمد أن يسلسل تطور الحركات الجهادية منذ الغزو الأمريكي للعراق حتى اليوم واضعا تنظيم القاعدة في بداياتها وصولا إلى إعلان دولة الخلافة التي تعتبر هدفا أساسيا للحركات الجهادية المتعاقبة